موسيقى موسيقى ما في شك انه الحرب اليوم اثرت على كل حياتنا على كل نشاطاتنا وبالتالي بدأت اثر على اي شي بنعمله سواء بالدراما او بالسينما ومن وجهة نظري اليوم المشروع الحقيقي المشروع السينمائي الحقيقي بيكتسب راهنيته وشرعيته لأي درجة بيكون على تماس مع الشي الناس عايشينه وعم بيعانوا منه وعم بفكروا فيه فبالتالي نحن هاي الحرب لقينا حالنا امام عدد كبير وغير منتهي من المواضيع والقصص والحكايات والشخصيات اللي ممكن نحكي عنا بالافلام وهذا دور يعني بيأكد مرة تانية قديش السينما السورية قديش الفن السوري كان دائما على توافق وتناسق مع الخطاب الوطني للبلد ككله نحن اليوم عاملين اسبوع سينمائي مدفتتحنا الاسبوع السينمائي بفيلم الاب للفنان ايمان زيدان والمخرج باسل الخطيب الفيلم كل يوم حنا عرض فيلم نساعة انتل الساعة اربعة وحيكون فيه ندوات طبعا ونحن عم ننصق هون وننظم الافلام كله يعطيها مجانية كيد اي طالب يحقله يشترك فيها ونحن نزلنا اعلانات بالجامعات وبالصفحات كرمال الطلاب تعرف عنا انا ابن ما ادري وفي بعد الابن ابن ما ادري حميد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة